نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بأفضل كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمته ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين وأحينا اللهم على سنته وأمِتنا على مِلَّته وحشرنا في زُمْرَتِه مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصدِّقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدًا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا المثنى من خصائص اللغة العربية امتازت به عن اللغات الأخرى حيث إن العربية تحدد للمفرد خطابًا وللاثنين خطابًا خاصًا وللثلاثة فصائدًا خطابًا آخر كيف تفهم قوله تعالى قال رجلان وكيف تفهم قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلى هين اثنين لكن المشكل أين هو المشكل هو أن الاتجاهين معا وهذا مقصود الاتجاه الذي جاءوا به نموذجًا لمعادات العربية لصالح العامية والنموذج الذي أوهم الناس أنه سيدافع عن العربية هما مع المتفقان في نفس الهدف وهو أنه لا علاقة لهم بالشريعة ولا بالقرآن ولا بالدين لذلك السبب الرئيس لمعادات العربية سواء باللهجات المحلية العامية أو بغيرها هو لأنهم يريدون قطع صلة الأمة بقرآنها قولاً واحداً هذا هو الهدف الأكبر وهذا هو الذي دفع علماء المسلمين من زمان ليتحدثوا في هذا الموضوع وليدافعوا عن اللغة العربية إذن أول سبب من أسباب الهجمة على اللغة العربية هذه الهجمة الشرسة التي تعاني منها وهذا الاحتقار الذي تجده اللغة من أبنائها حتى ممن لا يكنون لها عداءاً للأسف تجدهم يكنون لها ازدراعاً أنا أسألكم سؤالاً كم منكم يدفع مالاً لأولاده من أجل دروس إضافية في الفرنسية والإنجليزية قد تكونون جميعاً لكن كم منكم يدفع درهماً واحداً من أجل دروس إضافية في اللغة العربية هذا يكفي دليلاً وعندكم جميعاً الإجابة على هذا السؤال إذن نحن وقع لنا ازدراع واحتقار للغتنا لأن البعض قد يقول لماذا يتقن الناس الفرنسية والإنجليزية في المستوى الجامعي لكنهم لا يتقنون العربية ليس لأن العربية معقدة ولا لأنها صعبة أبداً وإنما لأننا نعطي الأهمية للغات الأخرى ولا نعطي أهمية للغتنا حتى إذا درسناها في بعض الأحيان ندرسها على شكل رموز ولسانيات وأشياء لكن ننسى الجوهر وهو ضبط اللغة في قاموسها ونحوها وصرفها وبيانها إذن فالسبب الأكبر الذي يحمل هؤلاء على معادات اللغة العربية لأنهم أيقنوا أن هذه اللغة العربية هي بوابة القرآن وقد قال الله عز وجل إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون وفي آية أخرى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وهذا أمر منطقي أيها الإخوة لو ذهب واحد منكم إلى فرنسا من أجل أن يدرس الطب أو من أجل أن يدرس الهندسة أو أي شيء من الأشياء فإن الواجب أن يبدأ بما يجب به البدء هل يقبل أن يدخل إلى كلية في فرنسا وهو لا يعرف الفرنسية لا يمكن طلبتنا يذهبون إلى أوكرانيا وإلى بلغاريا وإلى دول شرقية في أوروبا لكنهم جميعاً مجمعون على أنه لا بد من عام أو عامين لدراسة اللغة طبيعي لا يمكنك أن تفهم شيئاً إلا إذا ضبطت لغة البلد نحن أيضاً في الإسلام لا يمكننا أن نفهم القرآن وأن نرتبط به إلا بقدر ما نفهم من اللغة العربية الإمام الشاطب رحمه الله هذا أندلس عاش من سبعة قرون في سبعمائة وخمسة وتسعين توفي عليه رحمة الله يذكر في كتابه الموافقات قضية اللغة فيقول إن اللغة العربية هي السبيل لفهم القرآن وإذا كانت العربية لغة القرآن هذا معنى كلام الشاطب رحمه الله فإن الناس يفهمون من القرآن على حسب فهمهم في اللغة العربية فإذا فرضنا هذا كلام الشاطبي يقول فإذا فرضنا مبتدئاً في اللغة العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة في فهم القرآن الكريم والشريعة وإذا فرضنا متوسطاً في فهم اللغة فإنه يكون متوسطاً في فهم القرآن والشريعة وإذا فرضنا من بلغ النهاية هذا معنى كلامه من بلغ النهاية في فهم اللغة فإنه سيبلغ النهاية في فهم مراد الله في القرآن الكريم والشريعة الإسلامية ويصل دائما كلام الشاطبي ويصل إلى درجة فهم الصحابة ومن بعدهم لأن الصحابة رضوان الله عليهم أول من فهم عن الله مراد وفهموا القرآن الكريم لأنهم كانوا يعرفون العربية معرفة صحيحة معرفة صادقة الآن لعل الأمر يتضح السبب الرئيس هو أن هؤلاء يريدون قطع الطريق على شيء اسمه الإسلام من أجل العلمنة الكاملة حتى ت... وهذه معركة وحرب منتظمة لا تتصوروا أنها مبعثرة هناك انتظام هذا يتهجم على التربية الإسلامية وهذا يتهجم على الآيات القرآنية وهذا يتهجم على اللغة العربية وهذا يتهجم على الصحابة الكرام وهذا يتهجم على علماء الأمة وهذا يتهجم على المساجد وهكذا تأتي الحملة منتظمة من طرف المعادين للشريعة والأساس واحد وهو العداء للشريعة وكل ما يؤدي إلى هذه الشريعة يجب أن يترك ويجب أن يلغى وأذكر مقولة قالها اليوطي اليوطي هذا لعلكم تعرفونه إذا درستم تاريخنا نحن المغاربة اليوطي كان هو المقيم العام الفرنسي في المغرب اليوطي كانت له مقولة مشهورة كان يقول وهي مسجلة عليه كان يقول إن العربية إن اللغة العربية هي الداعم لنشر الدين فعلينا إزاحتها هذه كلمة سطرها التاريخ لليوطي يقرأوا التاريخ جيداً أيها الشباب لا يضحك عليكم أحد بأن الذي يتحدث عن العربية عنصري أو أنه يميل إلى عصبية معينة لا والله لو كانت العربية لغة قريش فقط ما اهتممنا بها ولا كان لنا بها صلة لكن لأنها لغة قرآننا ولأنها لغة نبينا صلى الله عليه وسلم ولغة شريعتنا ولغة ثقافتنا الإسلامية من زمان فمن أجل ذلك يجب أن نتمسك بها وأن ندافع عنها ولا يعني ذلك إلغاء اللغات الأخرى فنحن نقرأ اللغات الأخرى نقرأ اللغات ما استطعنا منها لو استطعنا أن نضم في أذهاننا كل لغات العالم لما تركنا ذلك لكن اللغة العربية لها هذه القداسة نعم لها هذا الاهتمام الكبير لأنها لغة الشريعة لذلك فالسبب الرئيس هو قطع الطريق بين الأمة وبين قرآنها وبين شريعتها وبين فقهها كيف تقرأ التراث الإسلامية منذ أربعة عشر قرناً؟ لدينا تراث شرعي فقهي أدبي طبي تاريخي جغرافي في كل مجالات الحياة لدينا آلاف مؤلفة بالملايين من الكتب لكن للأسف كما قال الله عز وجل فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين وإن كانت الآية في سياقٍ آخر إذا كفر أهل العربية بها فهناك أناس آخرون تعرفون أن هناك مثقفين في ألمانيا وفي أوروبا والغرب كله في روسيا وفي الشرق والغرب يدرسون العربية دراسةً متقنة ويتحدثون بها ولعل بعضكم حضر محاضرةً قبل أسبوعين لأحد العلماء الألمان وهو مسيحي ليس مسلماً وألقى محاضرةً بالعربية الفصيحة أفضل من بعض الأبناء من أبناء العربية الذين يقولون إنهم عرب ويتحدثون العربية هؤلاء يدرسون العربية بأصولها وبقواعدها ويتحدثون بها بكل طلاقة وبكل فصاحة السبب الثاني أو الدافع الثاني الذي يدفع هؤلاء إلى مهاجمة اللغة العربية هي أنها عامل توحيد للأمة اللغة العربية توحد وتجمع وتعطي للأمة معناً لأن هؤلاء يريدون أن يزيلوا مفهوم الأمة يقولون لماذا تتحدثون عن الأمة الإسلامية أو الأمة العربية نحن وحدنا أمة بل إنهم يريدون أن يشتتوا المجتمع الواحد ليصير أمماً متناثرة ماذا لو طبق ما يدعو إليه هؤلاء من العامية في التعليم معنى ذلك أننا سنقوم بقطيع مع بعضنا البعض العامية لا تجمع العامية تفرق في منطقتنا هذه المنطقة الشرقية فقط لو تحدث إنسان من شرق وجدة مع إنسان آخر من غربها تجدون أن هناك ألفاظ تختلف ما بين شرق المدينة وغربها فقط نعم لو تحدث إنسان من منطقة أنجاد مع شخص آخر من منطقة النعيمة أو منطقة أخرى فإنهم يختلفان في مصطلحات كثيرة لكن العربية تتجمعنا وتوحدنا ليس فقط في المدينة الواحدة وإنما مع الأمة كلها أمتنا الصغرى التي هي دولتنا وأمتنا الكبرى التي هي الأمة الإسلامية بشكل كامل ماذا لو أن قناة البحر الأبيض المتوسط في طنجة صارت تتحدث بلهجة أهل طنجة فقط ماذا سنفهم منها نحن بمعنى أنها تخاطب أهل طنجة فقط ولا يفهمها حتى أهل تطوان وماذا لو أن القناة الثانية تحدثت بلهجة الدار البيضاء والأولى بلهجة الرباط من سيفهمها في المغرب فقط في المغرب لكن عندما نتحدث بالعربية فإننا نفهم بعضنا البعض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا يتحدث الواحد منا من القويرة والآخر من طنجة والآخر من وجدة والآخر من سجل ماسة ومن جميع الوطن فنفهم بعضنا البعض ثم نعطي رسالة واحدة فيفهمنا إخواننا في الجزائر وتونس وليبيا والمشرق العربي بل والعالم كله حتى الألماني الذي درس العربية الفصيحة فإنه يفهم ما يقوله أربعمائة مليون من الناطقين بهذه اللغة في العالم لكن عندما نتقوقع على أنفسنا فإن هذا أمر خطير يكرس الفرقة ويكرس التمزق ويكرس نوعا من الانزواء والانقباض بحيث إن كل جهة تنزوي بلهجتها وبكلامها ولا يفهمها الآخر والموضوع هذا طويل لكن إنما غرضي أيها الإخوة من خلال هذه الخطبة أن أبين لكم أن اللغة العربية لها علاقةٌ وطيدةٌ بالإسلام وعلاقةٌ وطيدةٌ بالقرآن والهجمة الشرسة التي تتلقاها اليوم دون سائر اللغات ليست هناك لغةٌ في الأرض الآن تهاجم ومن طرف أبنائها قبل أعدائها كما يفعل باللغة العربية فاتضح السبب الآن واضحاً وهو أن السبب الرئيس هو أن هذه لغة القرآن وهو أن هذا التيار يريد أن يقصي القرآن من الحياة ويريد أن يعلمنا التدريس والمدرسة فتارةً يدعو إلى إلغاء التربية الإسلامية وتارةً يدعو إلى إلغاء النصوص القرآنية من التربية الإسلامية وتارةً يدعو إلى إقصاء اللغة العربية وهذه اعتقد اعظمها اعظم كل هذه الدعاوة هي اقصاء اللغة العربية لان العربية ما دامت موجودة حتى لو ساء فهم الناس او لا ساءت تصرفات الناس فسيعودون الى اللغة ويعودون الى القرآن والسنة فيضبطون مسائلهم لكن اذا ضاعت اللغة فمعنى ذلك ان كل شخص يمكنه ان يقول ما شاء ان يقول ثم بعد ذلك تحدث عن اي شيء اخر الا عن الاسلام لذلك ايها الاخوة اختم لكم قائلا ان هؤلاء كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوها قرنه الوعل لا يمكن ان تسود اللهجة العامية اي الدارجة لا يمكن ان تسود ابدا عمليا لا يمكن ان تسود واللغة العربية من يظن انها ستنقرض فهو واهم لماذا لانها لغة القرآن وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقد قال الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون وما دام حفظ القرآن لا يتم الا باللغة العربية فان الله عز وجل حافظون هذه اللغة احب من احب وكره من كره فواجبنا الان ان نكون من المدافعين عن هذه اللغة حتى لو كنت في اصلك لا تتحدث هذه اللغة حتى لو كنت فرنسي الاصلي او لو كنت انجليزي الاصلي فعليك بخدمة هذه اللغة كذب احدهم كذبة كبرى من اجل ان يمرر هذه الفكرة ماذا قال قال تقولون ان العربية لها علاقة بالقرآن والذين خدموا الاسلام لم يكونوا عربا اصلا كلمة حق يراد بها باطل صحيح عدد كبير ممن خدم الاسلام من غير العرب هذا لا يناقش فيه احد لكن هل خدموه قبل ان يتعلموا العربية هل تعرفون ان ابن عبد الكريم الخطابي المقاوم الكبير في الريف عليه رحمة الله هل تعرفون انه كان يحفظ ستة عشر الف بيت من الشعر العربي وكان من القروي من طلاب القرويين يحفظ الاف الشعر من هو المختار السوسي هو سوسي امازيغي يتحدث الامازيغية في الجنوب في سوس لكن من هو المختار السوسي ما هي دفاعاته عن اللغة العربية هل دافع عن الاسلام قبل ان يتعلم العربية سيبويه العلم الاكبر في النحو من هو ليس عربيا هو فارسي واغ ذهب يطلب الحديث فاخطأ خطأا واحدا في كلمة فقال له شيخه اذهب لتتعلم العربية قبل ان تتعلم الحديث فجمع كتبه وذهب ليدرس العربية وتعلمها الى انصار سيبويه الذي يعرف في العالم كله وهكذا البخاري ومسلم هل تظنون ان البخارية خدم الاسلام من خلال لغة اوسباكستان في دول الاتحاد السوفياتي سابقا لا ان البخارية درس العربية دراسة متقنة وصار عربيا لان العربية كما في بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست عرقا ليست العرق وليست من يولد بها وانما العربية اللسان اذا تحدثت العربية فانت عربي هكذا يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث علماء المسلمين اما اصول الانسان فلتكن ما تكون لا يهم ان كان اصلي من بني فلان او بني فلان الذي يهم ان افهم هذه اللغة على اعتبار انه لا يمكنني ان افهم الاسلام او ان ادافع عن الاسلام الا من خلال فهم الشريعة التي انزلها الله تعالى بلسان عربي مبين اقول قولي هذا ايها الاخوة واستغفر الله لي ولكم فادعوه انه والغفور الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الرحمة المهدى والنعمة المسدى والسراج المنير صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الاخوة اختموا هذا الموضوع بالقول للشباب خاصة احذروا من يتهجم لكم على اللغات وخاصة اللغة العربية تعلم ما استطعت من اللغات اذا استطعت ان تضبط عشر لغات فافعل فانك تمتلك لسانا بكل لغة تعرفها تملك لسانا لكن اجعل اللغة العربية على رأس قائمتك ليس لانها لغة فلان او فلان وانما لانها لغة الوحي القرآن الكريم ولانها لغة الرسول الاعظم محمد عليه الصلاة والسلام ولانها لغة الشريعة ولانها لغة هذه الثقافة الاسلامية التي ننتمي اليها ومن ايضا الواجبات على الشباب في هذا الباب خاصة عندما تدخلون المواقع من الواجب علينا ان ندافع قدر المستطاع على هذه اللغة على اعتبار انها تمثل ديننا وان الطعن فيها يعني مباشرة الطعن في الاسلام ويعني مباشرة الطعن في القرآن ويعني ما قاله ليوطي الفرنسي المستعمر ما قاله من ان العربية هي وسيلة الدعوة الى الاسلام فوجب ازاحتها فاحذر ايها الشاب ان تكون ممن يمشي في هذا التيار الذي يدعو الى ازاحة العربية وحاول ان تكون من اهلها بالاجتهاد في ضبطها والاجتهاد في دراستها والاجتهاد في التكلم بها والاجتهاد في الدعوة اليها والاجتهاد في الدعوة الى ما يربطنا بها لانها تبقى وسيلة ولكن وسيلة كبيرة جدا من اجل ان نفهم شريعتنا وقرآن ربنا اللهم رد بنا الى دينك ردا جميلا اللهم رد بالضالين من المسلمين إليك رداً جميلة اللهم رد بالمسلمين إليك رداً جميلة نسألك اللهم أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان نسألك اللهم أن توحد صفوف هذه الأمة اللهم اجمع كلمة هذه الأمة اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد الشاب اللهم احقن دماء المسلمين في مصر اللهم احقن دماء المسلمين في تونس وليبيا وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع الفتن والمحن عن كل بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين نسألك اللهم أن تبارك لهذا البلد في أمنه وأن تبارك له في استقراره وأن لا تجعل للفتنة سبيلاً إليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظنا في أوطاننا يا رب العالمين اللهم احفظنا في أوطاننا آمنين مستقرين لك عابدين ذاكرين ولك خاشعين ومحافظين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجمع صف المسلمين في فلسطين وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين حتى يحرر المسجد الأقصى المبارك وحتى يقفوا أمام الهجم الشرسة التي تشن أيضا على بيت المقدس وعلى فلسطين والناس لهون للأسف غريب وعيب كبير أن يتناقش الناس في هذه القضايا في قضايا المقدسات وفي قضايا إزاحة اللغة والإسلام والشريعة والناس هناك في فلسطين يعانون واليهود يفعلون بهم ما يشاءون ويهودون في البيت المقدس ما يهودون والأمة مشغولة بعضها ببعض بل حتى أن يترك لها أن يفهم بعضها بعضا لا يراد لها ذلك المصري يتحدث بالعامية والمغربي يتحدث بعامية واللبناني كذلك ولا يفهم بعض الأمة بعضا إذا لم نفهم بعضا البعض كيف يدافع بعضنا عن البعض كيف نشعر بالوحدة التي جمعنا الله تعالى بها في هذا الإسلام نسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى الصواب اللهم ألنا جميعا الحق حقا وارزقنا اتباعه وألنا جميعا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسأل الله تعالى لطلابنا أن يعلمهم ما ينفعهم وأن ينفعهم بما يعلمهم وأن يزيدهم علما وإيمانا وأن يجنبهم كيد الكائدين وأن يجنبهم تخريص هؤلاء المخرصين المعادين للشريعة نسأل الله تعالى أن يحفظ أمير المؤمنين محمدا السادس وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه اللهم أرهي الحق حقا وارزقه اتباعه وأرهي الباطلا باطلا وارزقه اجتنابه هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة آمين 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 وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة أجمعين خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة